ده كلام مهم جدا في حلقة فيها تفاصيل كتيرة تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله عندما تصل الأمور إلى هذا الحد اللي هو اللي هو ايه الناس تفعى بها الكيل في دعوات بقى لها فطرة من فطرة وزادت طبعا بعد التعادل بتاع النهار ده طبيعي انك انت وانت مداي بعد بتيدي تقلب على الكل فبقى الحوار هو الأدى بينفع في الزمن ده ولا ماينفعش وهو اللي أحسن يبقى ننهج نهج سلوب الضغط والبلطجة عشان ناخد حقوقنا ولا وتعدى الأمر من التساؤل إلى المطالبة اعمل كده خطورة الوضع ده مش بس انه بيضغط انك تغير نهجك وتخرج برة الإطار الرياضي والشخصية السوية لكن انه أصبح الإيمان بأن الحق يأتي بأي اسلوب غير الاسلوب انك تروح تلجأ إلى جهات الاختصاص وتشتكي وتثبت بما لا يدع مجال للشك حقوقك حتى لو أخذت أحكام لا تطبق فأصبح الأمر طب البديل كده مقتنع بكده الموضوع فاقة كل حدود التلميح والشغل من تحت لتحت بقى ما تشوف انت هتعدي لا ده أنا جيب لك اللي عطالك في حد في الدنيا يا راجل يروح يجيب حكم للأهل والمصري في مباراة مصيرية بقى حتحدد الكثير من الأمور ومباراة أصبحت من الدربيات الكبرى يعني أصبحت مباراة قمة من القمة طول عمرها مع الإسماعيلي مع الاتحاد عندها الشعبية دي مباراة ما فيهش ظهر فلما تيجي في توقيت معين ويظهر لك الناس المعينين ويطلوا ويهاجموا التحكيم وهم كانوا مسؤولين عن هذا السوق اللي احنا فيه تفاجأ يتعين لك حكم أول مرة حكم للأهل ومن منطقة القناة اللي فيها طرف المباراة الأخرى وليس مصنفة ولا في القائمة الدولية وتشوفوا هم بوزوا متحامل طول الوقت وتشوفوا هو بيضيع الوقت مع اللعبة اللي بتضيع الوقت ابتسم بس في الصورة الأولى لكن تشوفوا في نهاية المباراة وهو يتربص بالعيدة الأهلي وعمال لحد ما عيتر في ضلطه في الأول واحد عرف إنه عنده نظرين راح مديله مداش لللي قابليه ولا اللي بعدين طيب شأن التحكيم احنا كل ما يتعلق بالمباراة هننقشه لكن أنت كنت بتتكلم على لما الأمر يصل إلى الناس تطالب إنه الأدب ما عادش نافعه آه طبعا ومعادش نافع مكتوبة مؤدب لو أنت مؤدب شوف حد غيرك مش مؤدب آه مش عارفين يحلله آه هو الناس لما تصل إلى هذه الحالة آه ويطالبك إنك تخرج عن الإطار اللي أنت بتطلب جمهور بطلب جمهور بعدم التعصب وإنت اللي بتزكيه بكل التعصب برضو إنت اللي ساكت على كل شرايين التعصب خلي بالك الموضوع أعمق من كده آه فيه تاني إنه أنت مش عارف تحلل إن الجمهور أصبح مش طايق إنك تقول له كلام آه آه يا هدي مش هتال إنت هتحارب التعصب إزاي إنك تقول له لأ ما يصحش والروح الراضية وبتع هقولك طب أنت بتعمل إيه في إزاء العكس ما بتعملش حاجة طب لما تلاقي إن العكس بيجيب بعض الحقوق وأنا بلجأ لك يا مسؤول عشان أخذ حقوقي أبصى لقيك آه يعني بس تكلمني بطريقة نظرية أنت يا وزيري الشباب التاني من غير ما تزعل مننا بقى يعني هو هو ده وضع هو ده وضع يقبل هو ده وضع يقبل إنك نوصل للناس ناها تقول إذا كان يا أهلي أسلوبك ده مش نافع شوفوا حد يتمشى مع أسلوب العصر قال لا طم أنت التعصب نتيجة إنك مش عارف أخذ حقي مش عارف أخذ حقي لا مش عارف أخذ حقي مش عشان أنا ضعيف عشان المناخ ملوث بكل أسباب البلطجة ما هو أنت ده الوقت في المناخ ده هذا ينظر عليه وكأنه ضعف لأن أنت الحقيقة أنت بتروح للوسائل المنطقية والشرعية وأي ناس لا تعملوا بتروح أحيانا للقضاء والقضاء يحكم لك لا تحصل على شيء لا تنفذ الأحكام على أرض الواقع والوزير يقابل اللي عليهم أحكام ويتعامل معهم عادي عادي ويبتسم عادي بالعكس قد يلبي لهم طلبات محاصل كده يعني خلاص بقى بصراحة يعني يعني وصلنا إلى مستوى نقول لكم طب خليكم أنتو أصحاب المسؤولية شوفوا وحللوا الوضع اقروا اللي بيتكتب لأن كلامنا قد يتحول إلى عدم تأثير الكلام المنطقي الهادئ اللي فيه روح رياضية قد لا يؤثر النهاردة يعني ناس تراكة أنت بتتكلم كده ليه وانت مش شايف اللي حولك بيحصل عادي سيوغل تعصب اضبط الأداء اضبط المجلس الأعلى للإعلام اضبط الأداء ببساطة شديدة جدا عاقب الإنسان اللي بيخرج على القانون احترم سيادة القانون ده اللي بنقوله احترم القانون ونفزه يا سيدي ده اللي بنقوله هو ضبط الأداء يعني ايه يعني طبق القانون حتى باين للناس لما ألجأ لك وامشي صح أوصل لحاجة مش غيري اللي مش ماشي بالإسلوب ده هو اللي يوصل للي هو عايزه احنا احنا بننبه لحبنا لهذا الوطن وخفنا على أولادنا ومستقبلهم انه يبقى ده النموذج البطل انه انت النموذج الاخر اللي هو بيقول الروح الرياضية والخلق الرياضي والفير بلاي وصولة البلد وكيفية حصولك حصولك على حقوقك تبقى احنا الموضة قديمة طب موضة قديمة وده الغلط الله الصح اذا كنا غلط قلولنا يبقى ييجي حد يتمشى مع هذا الاسلوب وعلى فكرة مش مسألة قنوات ومنابر يعني اذا كان التصور ان المسألة مسألة اليقال هنا ويقال هنا مسألة مناخ هو الازع يعني اللي مش حيبان في التليزيون حيبان في الازع حيبان في الصحافة حيبان على السوشال ميديا اللي اصبحت النهاردة اتفاعل فيها اهم من كل اللي احنا بنعمله ده احنا بنحاول نقاوم في الطيار على قد ما نقدر لان دي رسالة مش بس ضميرنا حتحسبنا عليها الله سبحانه وتعالى حيحسبنا عليها لانها بتقزي بتقزي وبتقزي سلوك وبتطلع حاجات ومازلنا احنا حنتمسك بهذا وحنشاور على الخطأ بالطريقة اللي تربنا عليها الان يأذن الله امرا او يبقى احنا خلاص تجاوزنا الزمن بتاعه ترجمة نانسي قنقر